بالتالي ايضا امبرح كان فيه تصريح ليه معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي وزير شباب الرياضة وتصريح انتشر بشكل كبير جدا قال ايه قال ان احنا هنخطب الاتحاد المصري لكرة القدم لمعرفة حقيقة اخفاء خطاب الاتحاد الافريكي كاف بشأن تنظيم نهائي دوري ابطال الافريكي سيتم ارسال لجنة من وزارة الشباب الرياضة لاتحاد الكرة لتفقد جميع الخطابات الواردة من الكاف خبر زي ده او تصريح زي ده انا متفائل بي جدا هتقول لي يا عم اصل ومش اصل هقولك والله العظيم يعني انا بحاول بقدر المستطاع اوصل للحقيقة واوصل لمعلومة تواصلت مع اكتر من حد داخل وزارة الشباب الرياضة على مدار الايام اللي فاتت يا جماعة هل انتوا في الوزارة تعرفوا ان فيه خطاب جه من اتحاد المصري لكرة القدم من الكاف وبالتالي اتحاد ارسلوا للوزارة والوزارة خبيطة قالوا لي والله العظيم ما حصل والوزارة لا تعلم اي شيء بخصوص هذا الخطاب تقولهم يا جماعة عمال ايه طب والحل ايه يعني هل لازم يبقى فيه تحرك في تجاه اتحاد الكرة نشوف مين السبب مين المتسبب في كده فبناءنا عليه الدكتور اشرف صبحي قال التصريح ده وانا واثق انه هيكون فيه نتايج باذن للتحقيق ده او للجنة اللي هتروح تشوف ايه اللي حصل وده دور وزارة الشباب الرياضة في الحقيقة فانا هو بناشد الدكتور اشرف صبحي تاني يا معالي الوزير بعد اذن حضرتك بعد اذن حضرتك حقق في الموضوع ده واحنا عندنا يعني سوكة كبيرة جدا في معاليك وعندنا سوكة كبيرة جدا في حرصك الشديد على مصلحة كل الاندية المصرية فبعد اذن حضرتك ما تسيبش الموضوع ده يمر مرور الكرام لصالح مين لصالح الاندية المصرية مش لصالح حد ربما الاتحادة لمصر الكورد القدم يكون بعض الاشخاص فيه بيعملوا لصالح حد بعينه ربما احنا هنا ممتهمش حد احنا بقول ربما بنتساءل كمان او بنستنتج او بنتوقع فاحنا عايزين نشوف اي نتائج التحقيق ده ببنى